يعني إحنا حديثنا عن المسيح صورة الله غير المنظور وذكرنا بدعة الغنوصية التي تحارب صورة الله فإذن هوية المسيح أو التعبير عن الله أو المعلن والمعلن ذات الإلهية فإيه اللي عاوز توصلني عن الغنوصية بتحاول تمنع وتعلم خطأ فشو اللي عاوز توصلنياته أخ سامح؟ اللي عايز ننقشه المرة دي اللي قاله الرسول بولس في رسالة كلوس الأصح الأول عن تفوق المسيح وسموه وعظمته فوق الكل لثلاث أسباب بسبب علاقته مع الله هو صورة الله غير المنظور بالسبب علاقته بالخليقة هو بكر كل خليقة رقم ثلاثة بسبب علاقته مع الكنيسة هو رأس الكنيسة رأس الجسد طيب محتاجين شرح معناته خلينا نرجع للنقطة الأولى يعني صورة الله بعلاقته مع الله نعم الكلمة التي استخدمها الرسول بولس بالوحي المقدس بكتر روح القدس هنا صورة الله غير المنظور إن الله الغير المنظور له صورة طبق الأصل تعبر عن الله وهو المسيح الذي هو أي المسيح أي يسوع المسيح صورة الله غير المنظور أي هو الصورة الطبق الأصل لله ذاته وبالتالي الله الغير منظور أصبح منظورا من خلال المسيح في المسيح فالمسيح هو الله المنظور لأنه قال يسوع من رآني فقد رأى الآب يعني هنا مش مجرد أنا شفت صورة الوارد لأنك أنت بتشبه أبوك نعم لكن هنا الكلمة بتعني أكثر الكيان بتحكي عن الجوهر نعم يعني الكيان مساوي أو معادل لله للدرجة في اللغة اليونانية فيه كلمتين مقتربين لبعض بنفس المعنى كلمة آيكون معناها صورة طبق الأصل وفيه كلمة أخرى بمعناها مجرد شبه يعني مثلاً لما أشوف بيضة وبيضة البيضتين ما لهم مش بهم بعض متشابهين جداً لكنهم مش صورة طبق الأصل نعم لكن مرضيش استخدم في اللغة اليونانية الكلمة دي لكن استخدم كلمة تعني صورة طبق الأصل في مصر يا أسيس في كل البلاد الأوراق مهمة جداً للوثائق الرسمية فدائماً الوثيقة الأصلية لصورة لشهادة الميلاد بتكون قديمة أنا عمري 55 سنة شهادة الميلاد دي لها 55 سنة موجودة فهي ورقة ضعيفة جداً حالياً ورقة صفراء يعني الرابط تتهيري من السنين فحنا بنعمل إيه عشان خاطر اللي أنا فقدها بنروح للمصالح الحكومية ونستخرج صورة طبق الأصل نعم الصورة طبق الأصل معتمدة تماماً 100% زي شهادة الميلاد الأصلية صورة طبق الأصل فهي الآيكون اللي تبتحكي دي معنى كلمة آيكون فلما يقول عن المسيح أنه هو صورة الله غير المنظور أي هو صورة طبق الأصل معنى كده أن كل الألوهية ظاهرة فيه لأنه أنا ليخ بسأل لأنه كمان حتى في الكنائس الأرتوديكسية بيستخدموا كلمة الإيقونيات أو الإيقونيات يعني هي الصور مثلاً مريم يوسف أو التلميذ أو حتى يقربوا حتى يقربوا الصورة ولكن المعنى اللي فاهمه أنا أنه أكثر من هيك يعني هي صورة طبق الأصل بالضبط صورة طبق الأصل للدرجة الكلمة كلمة إيقون اللي هو استخدمها في اليوناني هنا متخدمة من كلمة أخرى بتتكلم على عند النسخ وثيقة رسمية بينسخها بيعمل منها نسخة أخرى بييجي في النسخة ويضع كل السمات الوثيقة الأصلية لكي يضمن عدم التحايل فاللي يشوف النسخة اللي يشوف النسخة الثانية يبقى بالضبط شاف النسخة الأولى في نفس القصة الله الغير المنظور الله لم يره أحد قط المسيح هو صورة الله غير المنظور فهو الذي تجد فيه كل ملامح الألوهية ملامح حياة الله ملامح طبيعة الله الأدبية ملامح الإمكانيات الألوهية بالكامل 100% لا ينقصها شيء واحد وده عكس التعليم الغنوسي لأن التعليم الغنوسية بتضع المسيح أقل فإذن يعني هذا بعلمنا أنه الكل اللي الله كان يعمله المسيح كان يعمله نعم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل وأنا أعمل الأبي يقيم الأموات ويحي كذلك الابن أيضا يحي من يشاء لكي يكرم الجميع الأب كما يكرمون الأب أنتم تؤمنين بالله فآمنوا به لو هو أقل من الله لا يجرؤ أن يقول أمنوا به يعني ما فيش حد من الرسل الأمنوا به لا أخلي بالك خلفية يهودية واليهود معرفين عنهم في المحافظة على وحدانية الله طبعا طبعا ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته العمل الذي أعطيتني قد أكملته والآن مجدنا أيها الأبي عند ذاتك وفي اليوناني مع ذاتك أو عند أو مع يتمجد مع الآب عند الآب بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم كان موجود يقول كنت عند الآب وأتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب نعم صورة الله غير المنظور صورة طبق الأصل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر